و باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعزل أجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك أعظم مجاليها هناك فأين العرش من هناك و إنما هذه مجال الأنوار التي أشرقت منها الأسماء الحسنى و إمامنا الصادق و الرواية هنا في الكاف الشريف الرواية في باب التوحيد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 164 الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هكذا قال إمامنا الصادق نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا فهم والله الأسماء الحسنى نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا هذه الأنوار التي تشير إليها الزيارة هنا خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين هذه الأنوار التي منها تجلت الأسماء الحسنى والإمام الصادق يشير إشارة إلى هذا المضمون لو كان المقام مقام التفصيل لفصلت القول لكم خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين وهذه الأنوار لها من المجال ما لا يعد ولا يحصى حتى من علينا بكم إلى أن تجلى ما تجلى من تجلياتكم في عالمنا الأرض ما بين أظهرنا محمد وآل محمد صلوات الله عليه ما تقدم من كلام هو حديث يبدأ من الحقيقة المحمدية التي كانت ولم يكن معها شيء مما دونها من الخلائق إلى كل مجاليها حتى تجلت حقيقتهم في عالمنا الذي نعيش فيه وفي هذه القبة التي يصطلح عليها في مصطلحاتهم في ثقافتهم بقبة آدم والقباب الآدمية كثيرة فقبل آدمنا هذا آدم وآدم وآدم الحكاية طويلة سيأتي الحديث عنها في قادم الحلقات فالزيارة هنا تحدث هنا عن مسار التعظيم منذ أن كانت الحقيقة المحمدية ولم يكن معها شيء مر علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك في عقيدة التوحيد كان الله ولم يكن معه شيء لا من حقيقة محمدية ولا من أي شيء آخر كان الله ولم يكن معه شيء بعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية فكانت الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت كانت ولم يكن معها شيء ثم صارت الأشياء بعد ذلك فالزيارة هنا تحدثنا عن مسار التعظيم منذ أن كانت الحقيقة المحمدية العظمى ولم يكن معها شيء مما دونها من الخلقيات إلى أن تجلت الحقيقة المحمدية العظمى في وجه الله الأعظم ما بين أظهرنا في قبة أبينا آدم في هذه القبة التي نعيش فيها المراد من القبة المرحلة التي نحن نعيشها وأن أرواحكم سيدي يا صاحب الزمان وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم في المقام الذي نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء حتى من علينا بكم فأنتم وجه الله حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذه البيوت ما هي ببيوت الحجر هذه بيوت الحقائق هذه البيوت التي أخبرونا عنها من أنهم لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن هذه مجال أنوارهم في هذا العالم في قبة أبينا آدم فهم لا يجدون لبيوتهم سقفا كما أخبرنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه لا أجد وقتا كي أفصل في كل الأحاديث والروايات الوقت يجري سريعا وأريد أن أصل إلى نهاية المطلب كي أبدأ مطلبا جديدا ومهما جدا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم هذه زبدة المخضي مما مر في الحلقات المتقدمة من الجزء الأول وإلى هذه اللحظة هذه زبدة المخضي لعنواننا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هذا هو مسار التعظيم ولكن بنحو مجمل موجز مختصر وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت إنها بيوت الحقائق فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أهل محمد سادتي وجعل صلاتنا عليكم هذا عنوان لعقيدتنا وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم الصلاة على محمد وأهل محمد هي بنفس معنى التسبيح الذي نسبح الله به فشأن الله أن نسبحه وشأن محمد وآل محمد أن نصلي عليهم هذا هو تسبيحنا في محراب محمد وآل محمد وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا هذا هو مصنع صناعة الفرد الإنسان هنا يصنع الفرد الإنسان هذا هو مصنع المجتمع الإنسان وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا كل كلمة بحاجة إلى شرح وبيان ماذا أصنع للوقت والزمان لكنكم تتلمسون أن مسار التعظيم يتحرك في كل هذه الجمل يتجلى واضحا في كل هذه الكلمات وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا ما هي النتيجة بعد ذلك فكنا عنده مسلمين بفضلكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة صلاة عليه لذا تلاحظون أن الأئمة في أحاديثهم في الأعم الأغلب حينما يذكرون رسول الله يقولون صلى الله عليه وآله لا يعني أننا حينما نقول صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نخطئ في ذلك أبدا لكن الثقافة الأصيلة للعتر تنبئنا تخبرنا أن التسليم الذي ذكر هنا أساسا ما هو بتسليم اللاف إنه تسليم القلوب صلوا عليه بألسنتكم وسلموا تسليما بعقولكم وقلوبكم والسلام عليه بالألفاظ هو عنوان لهذا التسليم الذي يراد منا أن يكون في عقولنا وقلوبنا قبل أن يكون على ألسنتنا من هنا فإن الأئمة في الأعم الأغلب حين يذكرون رسول الله يقولون صلى الله عليه وآله لا يعني أنهم لا يقولون صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم في الأعم الأغلب يقولون صلى الله عليه وآله يريدون أن يلفت أنظارنا إلى أن التسليم في اللفظ ليس مهما هذا لا يعني أننا نتركه لكنه ليس مهما التسليم الحقيقي في العقول والقلوب وزيارة أيضا في نفس هذا الاتجاه تلاحظون أن زيارة ذكرت الصلاة وما ذكرت التسليم بعنوان لفظ السلام والتحية وإنما ذكرت التسليم بعنوان التسليم العقائدي في مستوى العقول ذكرت التسليم العقائدي في مستوى العقول وفي مستوى القلوب وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتسكية لنا وكفارة لذنوبنا انتهى الحديث عن الصلاة فكنا عنده مسلمين بفضلكم تلاحظون الاتساق الدقيق جدا بين نصوص الزيارات التي يشكك بها مرجئة نجف ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على حوزتهم تلاحظون الدقة المتناهية بين آيات الكتاب وتفسيرهم وبين رواياتهم وأحاديثهم في معارفهم وبين المضامين العميقة في زياراتهم منظومة فكرية واحدة متسقة ألا لعنة على علم الرجال النجفي ألا لعنة على علم أصول الفقه النجفي ألا لعنة على التفاسير النجفية ألا لعنة على المنهج الحوزوي النجفي الذي يتناقض بالكامل مع هذه المعارف التي تطرح في هذه البرامج أتحدث عن برامج قناة القمر الفضائية فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم نحن نسلم بفضلكم ونصدق بعظمة مقاماتكم التي هي أعظم العظمة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو ونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فكنا عنده عند الله سبحانه وتعالى فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله بكم التعبير هنا قد يكون دعاء وقد يكون إخبارا حتى إذا أردنا أن نفهمه دعاء فهو دعاء في تركيبه اللفظي أما في مضمونه الخبر فهو بيان وإخبار وإظهار وإقرار من قبل الزائر هذا عرض للعقيدة وما هو بدعاء نتوجه فيه كي ينتفع منه محمد وآل محمد فنحن الذين ننتفع من الدعاء ننتفع من صلاتنا على محمد وآل محمد إذا ما رددناها على أنها دعاء أما إذا رددناها على أنها تسبيح في حق محمد وآل محمد فإن تسبيح إخبار لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل إلا أن هذا التركيب قد يكون دعاء دعاء من جهة اللفظ لكنه إخبار وإقرار وإعلان للعقيدة للعقيدة من جهة المضمون فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين هل يعني أن محمدا وآل محمد هم في هذه الدرجات دققوا النظر في التعابير فبلغ الله بكم أشرف أشرف محل المكرمين هناك مكرمون والمكرمون هؤلاء لهم محال لهم منازل وهناك أشرف محال للمكرمين فهل يعني هذا أن محمدا وآل محمد هم في أشرف محال للمكرمين هذا يعني أن سلسلة المكرمين ستكون متصلة وأعلى السلسلة محمد وآل محمد والكلام هو هو بالنسبة للمقربين فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين فهناك مجموعة المرسلين وهناك مجموعة المقربين وهناك مجموعة المكرمين وقد يكون مرسل أيضا من المقربين ومن المكرمين هذه المراتب قد تكون منفصلة من حيثية من الحيثيات وقد تكون متصلة من حيثية أخرى نحن نتحدث عن حقائق عالم الغيب نحن لا نتحدث عن حقائق عالم الدنيا لا نتحدث عن حقائق المادة والحس هناك شيء يتسامى على هذه المعاني فهذه المراتب مراتب المكرمين مراتب المقربين مراتب المرسلين قد تتداخل فيما بينها وقد تتباعد كذلك فتكون منازل المقربين في جهة من الجهات وكذلك درجات المرسلين في جهة من الجهات وهكذا خلاصة القول هناك محال المكرمين هناك منازل المقربين هناك درجات المرسلين عبائر الزيارة هكذا يبدو منها لأول وهلة كأن محمدا وآل محمد هم في أشرف محل المكرمين وفي أعلى منازل المقربين وفي أرفع درجات المرسلين فهذا يعني أن السلاسل تتواصل حتى تصل إلى محمد وآل محمد الزيارة لا تقصد هذا إذا قصدنا هذا قزمنا مقامات محمد وآل محمد الزيارة لا تقصد هذا أكمل الكلام ماذا تقول الزيارة حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع ليس هناك من تواصل في هذه السلاسل مع محمد وآل محمد هذه السلاسل شيعتهم إن حديثنا إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب حديثهم الذي هو من آذارهم هناك قطيعة فاطمة هي فاطمة لأنها قد فطمت قد فطمت العقول العقول فطمت عن معرفتها عقول الخلق عقول الأنبياء إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرت لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان أبو الصامت الذي يروي لنا الرواية هذه يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه فمن يحتمله جعلت في داك من يحتمله قال نحن نحتمله نحن نحتمله هناك قطيعة إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل ومن الأنبياء من ليس مرسلا أكثر الأنبياء ليس مرسلين لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أكثر الملائكة ليس مقربين أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان وأكثر المؤمنين ليس بهذا الواصر أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان وأكثر المؤمنين ليس بهذا الواصر لم تمتحن قلوبهم هذه السلاسل التي تتحدث عنها الزيارة فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين هذا ما أستطيع أنا أن أدركه بعقلي الزيارة قول بليغ كامل مثل ما قال النخعي أقوله أقوله أنا 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 هذا ما هو قول يناسب الإمام هذا قول يناسب ني أقوله أنا أنا هكذا جاء في مقدمة الزيارة علمني يا ابن رسول الله موسى ابن عبد الله النخعي يقول للإمام الهادي علمني علمني يا ابن رسول الله قول أقوله أنا 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 النخعي أنا وأنتم علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت وحدا منكم هذا القول بليغ كامل من حيث أنا لا من حيث هم من حيث هم ما هو بقول بليغ كامل محمد وأهل محمد أسمى من زيارة الجامعة الكبيرة هذا قول بليغ كامل دستور عقائدي شيعي أصيل بحسبي بحسبي وبحسبكم لا بحسب الحجة ابن الحسن إذا قلت هذا كنت مقزما للحجة ابن الحسن فما بالكم بهؤلاء الذين لا يفقهون الزيارة الجامعة الكبيرة ويجدون الزيارة الجامعة الكبيرة فيها من المعاني التي لا تقبلها عقولهم نحن إذا أردنا أن نقول من أن الزيارة الجامعة الكبيرة هي قول بليغ كامل بحسب الحجة ابن الحسن هذا تقزيم لإمام زماننا تقزيم لمقاماته هذه الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل بحسب أنا بحسب كم أنتم النخعي هكذا سأل الإمام والجواب من الحكيم يأتي على قدر السؤال هكذا سأل النخعي علمني 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 يا ابن رسول الله يقول للإمام الهادي علمني علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا 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 أقوله وليس أنت وليس أنت أعني الإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا أنا قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت أنا أنا وليس أنت يا ابن رسول الله إذا زرت أنا 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 الشيعي إذا زرت واحدا منكم فهذا قول بليغ كامل عظيم عميق من حيث أنا الشيعي لا من حيث محمد وأهل محمد عرفتم الآن الفارقة بين التعظيم والتقزيم هذا هو مرادي من التعظيم والتقزيم هذه الزيارة الجامعة الكبيرة منبع العقيدة الصافية ومن جم المعرفة والثقافة العلوية النقية أتحدث عن علوية أمير المؤمنين وعن علوية إمامنا السجاد وعن علوية الرضا وعن علوية الذي فاضت شفاهه القدسية بها عن علوية علي الهادي هؤلاء الأئمة الحرم بحسب تعبير القرآن العليون الحرم صلوات الله عليهم مظاهر الجلال الإلهي الأعظم ومن هنا عبر عنهم القرآن من أنهم الحرم القرآن نعبر عنهم لست أنا إذا ما ذهبت بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية السادسة وثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله كم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إنها سلسلة الأئمة الأوصياء سلسلة الأئمة الإثنى عشر إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم العليون علي المرتضى علي السجاد علي الرضا علي الهادي ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم الذي له قيمة كما في سورة البينة وذلك دين القيم هذا الدين القيم له قيمة وذلك دين القيمة الباقر يقول القيمة فاطمة بحسب تفسيرهم فهذه الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي منجموا المعرفة العلوية هذه بحسب وبحسبكم بالضبط مثل ما قال موسى ابن عبد الله النخعي لإمامنا الهادي علمني علمني تدبروا في هذه الكلمات عودوا إلى مفاتيح الجنان أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان علمني علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا 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 الشيعي أنا الزائر أنا فلان ابن فلان وابن فلان هذا ما هو قول الهادي ولا قول العسكري هذا قول قاله الهادي كي يعلمني أنا 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 وليس هو علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فقال إذا صرت أنت أنا إذا صرت إلى الباب إلى بقية ما جاء في تعليم الإمام الهادي فقال لي قال لي ولكم إذا صرت إلى الباب فبنغ الله بكم أشرف محل المكرمين هذه أعلى المنهزل التي أستطيع أن أتخيلها في قدرة الخيال عندي لا أملك شيئا آخر كل المفردات التي عندي التي تعلمتها من ثقافة القرآن المفسر بتفسيرهم ومن ثقافة حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم كل المفردات تقود عقلي في خياله وفي أعلى مستويات خياله إلى هذه المنازل فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين هذا ما وصل إليه عقلي فهذا القول البليغ الكامل بحسب أنا أنا حيث لا يلحقه لا حق لا يوجد هناك تواصل حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق الفائق هو المتفوق الذي يتوه حيث لا يلحقه لاحق ليس هناك من اتصال هنا انقطاع ولا يفوقه فائق الفائق هو المتفوق الذي يتفوق عليه بما عنده من قدرات من ملكات من ومن ومن حيث لا يلحقه لاحق هذا الذي يحاول اللحوق ولا يفوقه فائق وهذا الذي يخيل له انه يتفوق على الاخرين فانه ليس لفائقيته وتفوقه هنا من قيمته ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في ادراكه طامع انتهت الالفاب هذا هو الذي يوجد في لغة العرب لا اعني لا توجد كلمات اخرى لكن التعابير ستكون هجينة اجمل التعابير انتهت هذه اجمل التعابير فان السائل طلب من الامام ان يعلمه قولا بليغا كاملا القول البليغ بحاجة الى مزاج الى مذاق ادبي في التعابير التعابير الادبية انتهت لا اتحدث عن التعابير اللغوية هناك في اللغة الفاظ اخرى يمكن ان تأتي بمعاني متقاربة لهذه المعاني لكننا لو جئنا بها فان البلاغة ستخدش هنا وسائل طلب من الامام قولا بليغا كاملا هنا انتهت العبائر الادبية في التعبير عن هذا المضمون حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في ادراكه طامع اذا لا يوجد تواصل فما تقدم في الكلمات السابقة فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين واعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين قد يوحي بتواصل السلاسل في المقامات وان مقام محمد وآل محمد في اعلى هذه السلاسل ما جاء من الكلام بعد تلك التعابير التي تعكس مستوى خيالي في الادراك مستوى تصوري مستوى عقلي في فهم الامور فتأتي العبائر بعد ذلك بكل شحنها الادب والبلاغ كي ترسم لنا صورة واضحة من القطيعة بين هذه المقامات مقامات محمد وآل محمد لا تقاس بها مقامات وإنما التعابير في بلاغتها بحسب أنا وبحسب كم أنتم نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن يناديع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته وقت الحلقة صار طويلا أعتذر عن الإطالة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أواصل الحديثة فيما بقي من عبائري هذا المقطع بودي أن أقضي ليلي ونهاري وأنا أحدثكم في أسراري هذا النص الملكوتي المقدس أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر